اهلا ومرحبا بكم كل تحية والامتنان لمشاهدين الكرام ومتابعين على منصات التواصل الاجتماعي وضيوفنا العزاء في الاستوديو ورحب بكم في النسخة الثانية والعشرين من مبادرة مناظرة نتجادل ونختلف كالعادة في الفضاء العربي والنقاشنا بكامل الحرية والديمقراطية انا احمد خيردين كاتب ومذوع مصري اشرف بان اصحبكم في نقاش اطروحة هذه المرة لما استراتيجية جديدة تعطي فيها مناظر الفرصة لاكثر من اعلامي عربي من كل بلد للتنوب على ادارة النقاشات بهدف الاثراء والتنوع بتفاقم الوضع الاقتصادي في معظم البلدان العربية ووصوله الى منطقة خطرة في بعضها ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في كل من مصر والجزائر وتونس والتشريعية في المغرب يظهر السؤال هل يمكن ان يشكل اليسار بديلا للانظمة الحالية؟ يرى المؤيدون ان اليسار هو الحل للمساواة ولسد الفجوة بين الطبقات الاجتماعية في بلداننا العربية تجربة ينبغي منحها الفرصة بعد فشل منافسها لكن المعارضين يردون بان التنظيمات والاحزاب والمجموعات اليسارية فشلت في اقناع الشارع العربي بحلولها وافكارها ولم تملك برنامجا واضحا اليسار هو البديل موضوع مناظرتنا لهذا اليوم والتي يسعدني ان يكون ضيوفي فيها على يميني مؤيد لاطروحة اليسار هو البديل من تونس السيد الجيلان الهمامي وضو مجلس النواب عن الجبهة الشعبية والناطق الرسمي باسم حزب العمال وعلى يسارية المعارض للاطروحة من الجزائر السيد سوفيان الجلالي رئيس حزب جيل جديد وفي الجانب المؤيد للاطروحة من الاردن الطالبة عبير زهير دريدي وفي الجانب المقابل من تونس الطالبة والناشطة في المجتمع المدني تسنيم ادريس الان ننتقل الى بداية نقاشنا ونفتتحه بتصويت الحاضرين على اطروحة هذه المرة اليسار هو البديل اذا كنت مؤيدا لهذه الاطروحة وترغب في الاجابة بنعم عليك الضغط على رقم واحد واذا كنت ترفض ذلك وتود الاجابة بلا فعليك الضغط على رقم اثنان نذكركم انه الى جانب موقع مناظرة بامكانكم متابعتنا من خلال شركائنا الاعلاميين الذين يقدمون بثا حيا لحلقاتنا وهم من سوريا موقع عنى بلدي ومن المغرب موقع هسبريس ومن مصر موقع تحرير ومن تونس موقع فرس تيفي كما انتهز هذه الفرصة واشكر المتابعين نشطين على منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الذين شاركونا باسئلتهم وتعليقاتهم التي سنستخدمها في جزء لاحق من هذا النقاش لنضيف اليه ابعادا واصواتا جديدة ونحن دوما في انتظار مشاركاتكم على حساباتنا على تويتر وفيسبوك الان نستعرض معكم نتائج التصويت النتيجة تقول ان من كانوا معا 27% اما من كانوا ضد اطروحة هذه المرة فهم 73% هل ستبقى النتيجة كما هي بانتهاء نقاشنا اليوم ام ان فريقا سينجح في تغيير وجهة نظر الحاضرين ونسب التصويت هذا ما سنكتشفه بعد المناظرة التي سنبدأ في الحال نبدأ بالاستماع الى وجهة النظر المؤيدة للأطروحة والتي يلخصها السيدة الجلان الهمامي في 99 ثانية فليتفضل اليه الكلمة اهلا بكم منذ خمسة قرون دخلت البشرية المجتمع الانساني الى عصر جديد تخلصت البشرية من عبودية ومن قهر الاقطاع ودخلنا عالم الحداثة عصر الحداثة اتى باشياء جديدة كثيرة سهلة حياة البشر التليفون التلفاز القطار الطائرات الحاسوب كلها زينت الوجه الوجه المشرق للرأس مالية ولكن رأى هذا الوجه هناك وجه آخر وجه بشع وجه الحروب وجه التمييز وجه الفقر وجه البطالة وجه التردي خدمات وظروب حياة وعيش المواطنين هذا الوجه بعد خمسة قرون أزمات متتالية جعلت اليوم قناعة وأن هذه المنظومة استنفذت طاقتها واليوم لابد من تغييرها وهناك إحساس عام دولي لدى شعوب الدنيا كلها بضرورة الدخول في بديل جديد البديل الجديد بدأ في الواقع بلوارته منذ حوالي قرن قام بتجارب بعضها فشل بطبيعة الحال واسألوا الشعب الفرنسي ماذا عانى من ويلات 1830، 1848، 1871 وبعضها نجح ولكنه حقق مكاسب خيالية ولكنه فشل في النهاية لأسباب عديدة ومتعددة ما يعني أن هذا البديل فتح قوس جديد ولكن القوس شكرا لك من السيدة الجلانية ننتقل إلى الجانب الآخر والكلمة الآن للسيد سوفيان الجلالي ليطرح وجهة ناظره المعارضة للأطروحة في 99 ثانية أيضا مساء الخير في الحقيقة في المخيال العام اليسار يعني أهداف تعادلة اجتماعية وفي التحليل الماركسي ليعيق هذا الهدف هو أنه طبقة تهيمن على وسائل الإنتاج فالخلاصة الطبيعية هي أنه لازم الدولة تؤمم وسائل الإنتاج ثم توزع القدرة الشرائية على المواطنين بطريقة عادلة ولكن هذا التفكير يؤدي إلى شيئين أولا إلى فكرة الحزب الواحد وإلغاء التعددية والديمقراطية ثانيا تعزيز دولة مركزية لتهيمن على القطاع الاقتصادي كاملة فعندما نرى التجربة في العالم تقول لنا هذه التجربة أنه في نهاية المطاف الخيار اليساري ينتهي في فشل دريع وهذا هو مناله فعلى أرض الواقع اليسار فشل في تكريس العدلة وإلغى في عديد من الأحيان الحريات وبنى أنظمة استبدادية ومع ذلك فقد كل نجاعة في الاقتصاد وعمم قطاع عمومي عقيم الذي تغول فيه أو تغولت فيه البيروقراطية وتعمم فيه الفساد فنظن أنه سيد سوفيان دع الوقت شكرا لك شكرا من عرض وجهات النظر نبدأ النقاش عبير لماذا تعتبرين اليسار بديلا بعد كل هذه التجارب التي مر بها ويرى الكثيرون أنه فشل فيها اليسار في بدايته مفروض أنه يتعرض لفشل ما فيه إيش بيعرض نجاحه بيظل ناجح يعني أي تجربة بدك تفوت فيها لازم تخوض لفشل سبب الفشل اللي مر في اليسار هم اللي بيعملوا على اسم اليسار مش مضمون اليسار يعني في ناس بتمشي باسم اليسار لكن هي تقدم من شوع تاني أكبر دليل الاتحاد السوفيتي كان عامل عن نظام أنه ملو اليسار لكن لما زاروه كان هو عامل عن نظام الاشتراك الديمقراطي لكن اليسار هو البديل لأنه بشكل مساواة بين الأفراد عدالة بينهم فأنا بشوف أنه اليسار البديل في هاي النقطة عدالة مساواة بين المجتمع بحل مشاكل كثيرة لكن الاشتراكية هي جزء من أشكل اليسار الاشتراكية جزء لكن الديمقراطية الاشتراكية بتشكل جزء آخر في ناس بتقيمها الأشياء داخل مقاومات اليسار أيضا أوكي لكن في أشياء بتختلف عن أشياء أنا بحكي لك أنا مضمونها بيختلف عن اسمها تسنيم في الجانب الآخر أنت ترين أن اليسار تجاوزه الزمن ولم يعد مناسبا للعصر لماذا؟ ونحن نرى فزع العالم من الصعود اليمين وذلك في أوروبا وكذلك في أمريكا وحتى البعض يراه يصعد في البلدان العربية هو أول شيء أنا ضد أطروحة اليسار هو البديل لأنني أنا لا أقصي اليسار أصلا هو جزء من الحل ولكن ليس هو الحل كله هذا أول شيء الشيء الثاني هو أن اليسار اليمين هو الذي جعل اليسار في الغرب ليس هو اليسار في تونس مثلا أو في اليسار العربي ونحن هنا نتحدث عن اليسار العربي ثالث شيء لحظت الأستاذ في مدخلتي قبل أن أجيب عن سؤالك قال أن الوجه الجميل للتقدم هو الحاسوب والهاتف والوجه القبيح هو الحروب ما دخل هذا في ذلك يعني الحاسوب والتليفون آلة يمكن أن تستعملها في أشياء إيجابية كما يمكن استعملها في أشياء سلبية فالمشكلة ليست في النظام رأسمالي أو النظام أي نوع يعني المشكلة في كيفية استخدامها فيه يجب الأصلاح وحسن استعمال الأشياء ودرء الفساد وليس في تغيير التليفون أو الحاسوب يرد بأن هذا أيضا هو أن الأفكار اليسارية لو أحسن استخدامها ستكون جيدة مرحبا بالتجربة يعني نحن صارت انتخابات في تونس ولم ينتخب اليسار في ظل انتخابات نازيهة وشفافة شكرا تسنين سيد جيلاني 79 حزبا لليسار في ستة دول عربية تونس الجزائر المغرب لبنان الأردن مصر كيف ترد على من يرى أن هذا تفتتا وانقساما داخل التيار نفسه لا تجربة جديدة أنتم تعلمونه أن البلدان العربية لم تعيش تجربة ديمقراطية منذ أن نشأت أنظمة وكيلة عن الاستعمار تم إسقاطها على المنطقة ومنطقة تحت رقابة مكثفة من طرف رأس المال الدولي من طرف البلدان لصاحبة القرار على المستوى العالمي فلم يسمح للقوى الاجتماعية في تونس أن تفرز تعبيرات سياسية بصورة ديمقراطية تعبيرات سياسية تعبر عن همومها ومشاغلها وهناك تدخل دائم في المنطقة العربية بحيث تجربة اليسار كانت محكومة بهذه العوامل الدولية بحقبة تاريخية تمر بها البشرية الآن والرأسمالية بصورة نعمة لذلك اليسار في البلدان العربية لم يتمكن أن ينشأ بصورة طبيعية ولذلك هو يعاني من صعوبات كبيرة حقيقية لأن الديمقراطية في البلدان العربية كانت ممنوعة الآن هناك تجربة جديدة تجربة رائدات وهي تونس أفضل وضعية في تونس هناك حرية وهناك ديمقراطية حقيقية واليسار في تونس يجد الظروف الملاء من النشاط ولذلك يبدو اليسار في تونس وضعية أفضل من أي وضعية في أي بلد عربي آخر واليسار في تونس اليوم هو واحدة من المكونات الأساسية للمشهد السياسي ككل ولذلك يتقدم ما زال بطبيعة الحال في بداية الطريق وما زال أمامه شوط كبير لإقناع بوجهة نظره لتقديم الأطروح التي يمكن أن تنقل تونس واليوم نحن على شبه يقين بعديد المقولات من اليسار بما في ذلك اليمين أصبح يتبنىها اليوم لابد من إصلاح أوضاع الاقتصاد أوضاع المجتمع التونسي بمقولة اليسار لابد من إعادة النظر في المديونية لابد من إعادة النظر في كيفية توزيع الثروة لابد من إعادة النظر في مسئلة الجباية في تونس لابد من إعادة النظر في العلاقات الاجتماعية والعلاقات الشغلية لابد من إعادة النظر في كيفية استثمار رأس المال وتوزيعه في البلاد وهذه المقولات التي تقدم بها اليسار بدأت أوصات كثيرة حتى من الرأس المالي تقتنع بذلك لأن الأزمة على درجة عالية من الحدة ومن الشدة وهذا البديل بدأ يأخذ مصدقية في تونس ولو سمح لتشكيلات اليسار في بقية البلدان العربية ووجدوا الفضاء الديمقراطي لكي يعبروا على أنفسهم بكل حرية أعتقدوا أن أوصات كثيرة من الشعوب العربية ستنحاز إلى هذا البديل سيد جيلاني يمكن أن يرد على ذلك بأن وجود اليسار في المشهد السياسي التونسي قاصر على فكرة الدعوة للإضرابات والإحتجاجات السياسية وإسقاط الحكومات لكنه يحجم عن المشاركة السياسية في الحكومات التي تحتاجها الشعوب أيضا لاختبار هذه البدائل لا شوف الاحتجاجات والنظالات والإضرابات هذه تقودها عامة تقودها النقبات والإضرابات والإحتجاجات في البلدان التي تعاني من أزمات اقتصادية حادة لا تقتصر في الواقع على البلدان العربية فقط أنظر فرنسا منذ شهرين المسيرات العارمة في فرنسا ضد مراجعة نظام السندق الاجتماعيات حيث هناك أزمة اقتصادية عامة ما تلقى بنتائجها على الشرايح الشعبية على العمال وعلى الفلاحين وعلى الصغار معناها أصحاب معناها رأس المال ومؤسسات فبطبيعة الحال الردود لأفعال عامة ردود أفعال شعبية في تونس أيام قيام الثورة في تونس لم تكن أحزاب سياسية تقودوا هذه الاحتياجات كانت احتجاجات شعبية وكانت احتجاجات عفوية عندما تطبق برنامج الإصلاح الهيكلي في مصر يوم 18 يناير 82 في مصر صارت احتجاجات وتمرد شعبي عام لم تكن تقودها الأحزاب اليسارية ولكن كانت ردود أفعال شعبية وردود أفعال شعبية بشعارات اليسار لأن تتماهى تلك المطالب مع ما يطرحه اليسار من بدائل شكرا سيد جيلاني ننتقل لسيد سوفيان بقاء كل هذه الأحزاب والمجمعات اليسارية طوال هذه المدة ألا تعتبره نجاحا في وقت تراجعت واختفت في أيدولوجيات وحركات أخرى لا عندما نشوف في الدول العربية وخاصة في المغرب العربي كانت هناك تجربة بالاشتراكية في الجزائر مثلا مدد 62 كانت موقعة في خندق اليساري كذلك بعض الدول الأخرى ولكن في نهاية الأمر ما هي النتيجة؟ النتيجة هي كانت دولة مستبدة إلغاء ديمقراطية حزب الواحد وفي الميدان الاقتصادي كان دائما الشركات العمومية الضخمة التي عشعش فيها الفساد ولم تكن منبع للاختراع والتطور والإنتاج فالمشكلة المطروحة الآن هل كل حراك داخل المجتمع هو مرتبط بالفكر اليساري؟ أم الحراك داخل المجتمع شيء طبيعي جدا وهنا الاكسراعات لأنه كان مصالح مختلفة المشكلة هو في أي نمط ندرج الدولة فالفكر اليساري منذ الثورة البولشيفيكية في الاتحاد السوفيتي دخلت في نفق تلغي الحريات وتلغي التعددية باسم شعب الذي هو مغيب ومغلوب على أمره فنظن أنه وصلنا إلى مرحلة وعلينا أن نفكر بطريقة أخرى يعني نثيق في الشعب ونتعامل مع القيم داخل الشعب حتى ولا ندفع على بعض القيم وهي مرفوعة يعني كراية من طرف اليسار مثل التضامن أو حماية الشرائح الضعيفة إلى آخره اليوم في البلدان العربية يعني استنتجت فطرة ماضية مع مثل البعث في سوريا في العراق كذلك التجربة الجزائرية إلى آخره أنه الفكر الشيوعي في الأصل يعني التحليل الشيوعي والاتجاه الاشتراكي ما يخليش الفرد يتطور وما يخليهش ينتج وما يخليهش يوصل إلى يعني مستوى وكان إمكانية توزيع الثروة لأنه في نهاية الأمر اليسار يفكر في الثورة لأنه ليست له إمكانيات لخلق الثروة جزي توزيع الثروة والمسألة الاقتصادية لها نصيب كبير من هذا النقاش لكن نعود العبير وصل ممثلون لأفكار اليسار وقيادات عملية إلى السلطة وإلى مقاعد وزرية في دول العربية العربية تحديدا مصر لكن البعض يرى أنهم لم يحققوا أي من أفكارهم التي بنوا عليها تاريخهم النضال معظم اللي وصلوا للمجالس العلية اللي أنت عم تحكي عنهم بشكل عام ما بيقدروا يحققوا شيء كونهم شيء واحد يد واحدة اليسار يحتاج له حكومة كاملة تأسيس كامل يعني كشخص واحد ما بتستطيع أن تغير أي شيء تكون يساري بين كمية كبيرة من الشخصين المعادين اليسار فأنت ما رح تحقق إشيء اليسار يحتاج أن تكون الحكومة كاملة يسارية حكومة كاملة يسارية لإنجاز عمل حق هذا يتعرض مع فكرة المشاركة السياسية وفكرة الملحسة أيضا تعيق بيوها معظم الأشخاص اللي بيوصلوا للمناصب العلية وما بيحققوا إشي برجع بأكد عكالي تحت مسمى اليسار ليس مضمون اليسار مضمون اليسار وقيم اليسار مش الشخص العولة بتوصلهم المقاعد العلية اللي بتوصلي لها أشخاص وما بيأثروا إشيهم تحت مسمى اليسار بتداخل خارجي البعض يرى أن كل من يصل يقول أن هذا ليس تطبيق صحيح لأفكارنا سترون حين نطبق نحن أفكارنا سنكون أفضل من هؤلاء الذين لا يمثلون تطبيق صحيح هذا يقول وكلام الجرائط هو البعض هو أنا يعني يمكن يعني الاتحاد السوفيتي وصل ويعني كله يسار ولم يحقق شيئا يعني بالعكس وأفلس وخربت البلاد بسببه وأصلا يعني في الحكومات يجب أن يكون هناك تضامن وطني خاصة في الديمقراطيات الناشئة يجب أن يكون هناك ائتلاف وطني حكومة وطنية حتى نستطيع التأسيس ومثلا الجبهة الشعبية في تونس دائما ترفض يعني هي أصلا هناك انتخابات ولم ينتخبها الشعب 3.6% في آخر الانتخابات هو تطور لأنه في 2011 حصل الحزب الشوية على 1.6% ولكن مع ذلك حتى عندما دعيت لكي تدخل في ائتلاف الحكومي رفضت يعني عندما تتعامل الأحزاب مع بعضها دخل الحكومة لا يجب بضرورة أن نكون كلنا ذوي اديولوجية وحدة ولكن الوطن يجب أن يكون هو اديولوجيتنا فيجب أن نتعامل مع الكل بدون أقصى لكن تسنيم هذه الدول الدول الربيع العربي تحديدا لا تملك تاريخ من المشاركة السياسية نحن نعود بعد فترات يراها البعض قامعا كان يحدث ولذلك نحن هذه أحزاب وليدة وتريد أن تعطى الفرصة الكاملة لإمكان الحكم عليها فهذا ظلم لهذه التجارب التي ربما لو اتيحت لها الفرصة قد تقدم بديلا فعلا يعني هي الفرصة متاحة حصلت انتخابات ولم ينتخبها الشعب وحتى لو لم تنتح لها الفرصة في الانتخابات دعيت لكي تساهم في الحكومة ورفضت من أين ستبني هذه التجربة؟ تعتبر أن هناك ضغوط فيما يتعلق بالإجراءات الأحزاب فيما يتعلق بالإنفار؟ التأشيرات متاحة وكل شيء متاح وتنشط يعني مثل ما قال السيد الكريم تنشط في كل حرية يعني وتستقطب الشعب هو الذي يرفض سيد جيلاني ما الذي تحقق من تطور في خطاب اليسار خلال الفترة الماضية في الموضوعات المهمة بالنسبة له كالقضايا الفلسطينية التعامل مع المجتمع المدني خطاب توزيع الثروة وأثناء الناس بالخطاب الاقتصادي لهذا اليسار شوف عندما يتعلق الأمر باليسار ينبغي أن نفرق بين المضمون اليسار مشروع اليسار خيار اليسار وبين التطبيقات الأخ تكلم على التجربة الجزائرية تجربة الجزائرية ككل التجارب كل التجارب كانت فيها مساوى ولكن كل التجارب كانت فيها إيجابيات الاتحاد السوبيتي كانت فيه مساوى كثيرة ولكن في نفس الوقت كان انتقل بروسيا من بلد زراعي متخلف إلى قوة صناعية ثانية في العالم إلى قوة عسكرية ثانية في العالم إلى الاقتصاد الثاني في العالم الاقتصاد الوحيد الذي لم يتأثر بأزمة 1929 التجربة الجزائرية عندما رحل أبو مدين كانت الدولة الجزائرية ليس لها ديون خارجية سفر ديون خارجية بعدها بستة سنوات وقت اللي جاء الشادلي بن جديد في آخر تجربة الشادلي بن جديد 28 مليار دولار ديون الجزائر الجزائر في التجربة اللي صارت في الجزائر صحيح كانت فيها مساوى سياسية انعدام الديموقراطية والحزب الواحد والسلطة المركزية إلى أخير لكن sag so old من جهة ثانية دقيقة أقل من دقيقة أقل من دقيقة من جهة ثانية ينبغي أن يفرق بين التجربة والمضمون المضمون النظام الرأسمالي الآن في أزمة حدة والأزمة كانت كل ثلاثين سنة أزمة الآن كل عشر سنوات أزمة الآن كل خمس سنوات أزمة والأزمة أصبحت شاملة وفي ملداننا العربية بصورة من خاصة بالنظر لظروفنا الأزمة أشد من أي مكان آخر ليس هناك أي بديل لها غير اليسار هذا محور من نقاشنا لاحقا لكن ننتقل من هذا النقاش إلى المواجهة الأولى تتفضل العبير في توجيه أسئلتها للسيد سوفيان في ثلاث دقائق فقط سعد مساك في ظل الوضع الاقتصادي المتردي حاليا في الوطن العربي كثير من الدول لجأت لصندوق النقد الدولي كمصر والأردن وغيرها من الدول وتونس ألا تعتقد سيدي أن البرنامج التي طرحتها اليسار على مستوى العالم والتي وجهت نقدا لسياسات الصندوق الدولي خصوصا ما يتعلق بسياسات التقشف ونقد مبدأ النقد التقشف مجدية في الحقيقة ليست هناك سياسات تقدر تقترح على مستوى عالمي مهما كان الفكر انتحها السياسات الاقتصادية عندها علاقها مباشرة مع الواقع المعاش داخل البلد وكل بلد يختلف على الآخر الجزائر مثلا عندها ثروات بيترولية وفي الحقيقة اقتصاد ريعي أما تونس مثلا عندها اقتصاد منتج وفي هذه الخدمات فما نقدرش نسقط نفس البرنامج الاقتصادي على كل الدول مهما كان الاختيار ايديولوجي تنجمي يكون عندك بلدين اثنين في اليسار ولكن التطبيق الاقتصادي يختلف وكذلك دولة رأسمالية أو ليبيرالية وتختلف في النمط الاقتصادي إن لم نطبق سياسات اليسار كيف نضمن حقوق الفقراء في ظل التزاوج الحالي بين السلف والمال الموجود العلاقة ما بين السياسة الاقتصادية وحالة يعني في المجتمع الفقري الاخري هذه علاقة يعني مباشرة ولكن لازم نفكر أنه بلد بشي يقدر يطلع مستوى المعيشة تاعة المواطنين لازم ينتج ثم الانتاج هذه القيمة الإضافية هي التي تتوزع بطرق عادلة فالمشكل للتفكير اليساري هو أنه يتدخل في مسار الانتاج ويعني كيف يقولون ما يخليش الانتاج يصعد وما عندوش إمكانيات للاختراع للتحكم في التكنولوجيا لكن بخل أسمات الديون هذا مشكل الديون حتى الدول الرأسمالية تقدر تسقط في الديون هذا موش يعني دليل اللي قاطع باش يفرق ما بين السياسات الآن مثلا فرنسا وهي رأسمالية ولكن عندها دين حوالي 100% من الانتاج الخامتح أما بلدان أخرى ليست رأسمالية وما عندها شدين والعكس كذلك صحيح لكن برضي ما حكيت الرأسمالية بتوقع في الديون لكن بنجي النظام اليساري هو ما بيوقع الدولة اللي بتمشي عليه ما بتوقع في الديون هو بيعمل أولا على آخرا شو ما كان الإشاري بيعمل في جواها هو بيعمل أنه يحل مشكلة الديون لا نظن هذا يعني كيفاش نقوله يعني تبسيط قوي للتفكير الاقتصادي ما مش ممكن أن نفكر بهذه الطريقة لأن الآن العالم كله دخل في مرحلة العولمة نشوف أنه الاقتصاد راه في طريقة تغيير النمط يعني على خلق الثروة نشوف أنه انتهت الثقائق الثلاث التي أتيحت العبيب لتطرح سلتها على السيد سوفيان والآن نبدأ في نقاش جديد من هذا الجزء سيد سوفيان منذ الثورة الصناعية ونحن نعاني من حروب وأزمات اقتصادية ومآسي بيئية نتيجة ما يرى اليسار سيطرة رأس المال على مقدرات الشعوب ألا يعد هذا كافيا لإتاحة الفرصة له ليجرب ما لديه من أفكار واقترحة نعم من جمش قلوا أن البشرية وجدت نمط اقتصادي يلائم دائما ويعطي كل يعني يجاوب الاحتياجات للموطن هذا معروف الآن بأي طريقة نعالج هذه المشكلة كانت التجربة حوالي ستين سنة مع الاتحاد السوفيتي كانت تجربة في الصين كانت تجارب أخرى في أمريكا اللاتينية ولكن كلها بقت بالفشل في نهاية الأمر لأن في الرأس المالية هناك تحريك القوى وتجنيد كل إمكانيات لوطن باش يخلقوا الثروة المشكلة كيفاش تتوزع هذا الثروة هنا هناك نقاش نقدر نفتحه هل نخلي طبقات داخل المجتمع وطبقة غنية وطبقة فقيرة أو الدولة تتدخل باش تعاود تخلق ميزان داخل المجتمع أنا حبيت نقول برك المشكلة الأساسية لدول العربية الآن هو إنشاء دولة القانون والحق قبل ما نفكر في الإيديولوجيا لأن الإيديولوجيا في نهاية الأمر هي تقدر تكون قفص للإنسان وتسجنه داخل المعتقدات والمعتقدات لا تتحول إلى واقع نحن بحاجة إلى إنشاء دول ديمقراطية ودولة الحق والقانون بعد هذا نخلي التعددية ونخلي الناس تعبر على الأفكار انتحها وكل الأفكار مرحبا بها هل حضرتك رد أو تعليق على هذا أجاب لا الكلام الإيديولوجيا الرأسمالية هي إيديولوجيا الرأسمالية وراها إيديولوجيا هي سلطة الفرد وقيمة الفرد المجردة والاستهانة بقيمة المجموعة والمجتمع الرأسمالية الإشكال في الرأسمالية ما ربما لم يتفطل له زميلي هو أن الرأسمالية انتقلت إلى مرحلة أصبحت فيها التفيليات والتغم المالية هي التي تحكم العالم الآن الرأسمالية خرجت من طور الرأسمالية المنججة إلى رأسمالية السامسرة ورأسمالية المضاربة هذا النوع من الرأسمالية هو لأصبح مضر بالاقتصاديات في موضوع الديون القضية ليست قضية ترفض للديون بسورة المثلقة القضية هي قضية أن الديون ينبغي أن توجه إلى الاستثمارات المنتجة ويمكن لأي دولة وبل من واجب كل دولة أن تأخذ ديون ولكن تأخذ أي نوع من الديون ليست الديون الكريهة التي توجه لخدمات غير موجهة لصالح المجتمع هذا من ناحية ثانية بلد الذي عنده إنتاج داخلي قوي يمكن أن يتدين حتى بـ 120% من نتج داخلي الخام لكن بلد غير منتج كما تونس لا يمكن أن يتدين بأكثر من 50% الحاجة الأخيرة اليسار لقد استخلص دروس من تجربة الماضي اليسار يدافع على نمط تنمية مخالفة للرأسمالية لأن الرأسمالية دخلت في أزمة ولم تصبح إلى حد الآن تحولت إلى نظام معادي لمصلحة المجموعة العامة هو نظام لصالح الأقلية الدرس الذي استخلص اليسار هو أنه إلى جانب نمط التنمية الجديد الاجتماعي لا بد من الديمقراطية ومنظومة الحزب الواحد والدولة الواحدة الدولة المركزية والرئيس الواحد والفرد الواحد الذي انقذت فالديمقراطية لا تتعارض مع التنمية الاجتماعية يعني مع التنمية الاشتراكية سكرا سيد جيلاني ننتقل لتسليم تعاني حاليا بلدان عربية مثل مصر وتونس من أزمة طحنة في ظروف الاقتصادية استدعت لجوء للاقتراض وإجراءات تقشفية لا ترين أن الحزب اليسارية قادرة على أن تقود ملف بهذا الشكل ونحن أمامنا تقرحها لأنها تقربة حزب سيريزا في اليونان أرى أن الأحزب اليسارية تبيع أهواء يعني تبيع وعودا بأنها تستطيع أن توزع الثروة بعدها وهي أصلا غير قادرة على إنتاج الثروة لماذا؟ أول شيء لأنها ليس لها تقييم واضح لعدد هذه الثروات في البردان العربية ثاني شيء هي غير عاجزة عن خلق الثروة لأنها تقصي المبادرة الفردية يعني مثلا الفرد يعني الدولة اليسارية تقصي الفرد وتمنعه أصلا من المبادرة الفردية ومن بعض مشاريع الدولة الحقيقية هي من تؤمن بالقانون مثلا السويد السويد مثلا هي دولة يعني ليست يسارية ولكن دولة قانون المطلوب هنا المشكلة في الفساد وليس في الإديولوجيا يعني مثلا الصين ذاتها الصين ذاتها هي دولة يسارية ولكن السوق مفتوحة وهناك انفتاح على العالم الحزب الشيوعي التونسي ذاته في تونس هو أصلا في برنامجه الانتخابي في 2011 يدعو إلى تأميم الأراضي والقطع المطلق مع الاقتصاد الغربي والاقتصاد الأجنبي ولكن في حاملتي الانتخابية في 2014 كلمة تأميم لم تذكر ويدعو إلى انفتاح على العالم وعلى الاقتصاد العالمي بضوابط طبعا وهذا هو المطلوب حتى اليسار نفسه أصبح يتطور وهذا هو المطلوب بأنه أصبح يعلم أنه ليس هو البديل وحده طب التسليمي ممكن أن يرد على ذلك بأن سويد لم تمر بمرحلة احتلال لم تمر بمرحلة قامع طبعا هو الأفضل شيء بالنسبة للذين لا يريدون التغيير هو كنا في مرحلة قامع كنا في مرحلة الثيات كفانة نحن عدنا 60 سنة طبعا هناك الكثير من الأشياء السلبية التي لازلنا نعانيها ولكن بمقدورنا أن ننهض من هذا التراث الأستعماري عبير لذكره شيء طبيعي كونها معارضة للأطروحة تذكر نصف الفاضي من الكاسي وما تذكر نصف المليان أنا شاركت في الكاس كلهم دور اليسار في حركات التحرير الوطنية والجفة الشعبية الفلسطينية من يستقبل مقاومة الفلسطينية لما تم طردها من اليمنيين في اللبنان ليس اليسار اللبناني طيب دور اليسار المقاومة في برج البراجنا مثلا أنا كنت هناك منذ أسبوعين يعني الفلسطينيون هناك يعني من حركة أمل هناك الكثير من الذين شردوا غير طبيعي مني كونك تذكري فقط نصف الفاضي من الكاسي أنا شاركت والأكلات شاركت الأمريكا اللاتينية الحكومة الوحيدة لحققت نموت غلبت على الكثير لماذا أنها طبقت يسارية ماشي الاتحاد السوفيتي اللي بدي علق عليه من أول ما بلشنا كلكم بتحكوا أنه فشل طبعا هو كان فقير كان ولا إشي مش لما إجا اليسار رفعوا وعمله الدولة الصناعية في فترة زمينة قصيرة والديكتاتورية وين خليتها الدكتاتورية يعني مقايضة الأمن بالديكتاتورية والحرية الأمن والعيش أحسن من أي شيء أحسن من الحرية طب عبير يعني على رغم تصدر هذه الهتفات متعلقة بالعيش والشغل والعدالة الاجتماعية للهتفات التي خض بها الثورات الربيع العربي إلى أن اليسار فشل حتى في اقناع وجذب من هتفوا بهذه الهتفات إلى مشروعه وتحولها إلى أصوات في صندوق الانتخاب بسبب تشويه صورته حكموا على النص الخاطئ منه أي شيء رح يطلع بالأول حكيت لك بيضطر أنه يفشل فلما يفشل مرة ومرتين أكيد مش راح الكل يجي يعطي نسبة نجاح ما أتى حط له الفرصة أنه هو يسعى يحقق المضمون الصحيح لليسار فإيش طبيعي لما أنه يشوفوا الفشل ماشي يصوتوا لليسار لكنهم ما أعطوا فرصة اليسار يعني تطلعوا عن نصف الفاضي من اليسار ما تطلعوا عن نصف المليان النجاحات لحقاق اليسار اليسار ما إلغان مئة قائم الاتحادات القبل لا تسقط كانت خمسمائة أو أكثر هو ما أعطوا فرصة عند المئة ما أوقفوا بطلوا يعطوا أصوات اليسار سجلني جزء مما يبني عليه اليسار أطرحاته هو ما يتعلق بأعدة توزيع السروات لكن هل المجتمعات العربية وهي تعاني من هذه الحالة المتردية لديها ما قد توهيد توزيعه على المواطنين طبعا نحب نرد على المغالطة نتعلم للأخت من قال لكي أن اليسار لم ينجح لأنه ليس لديه تقييم واضح على المقدرات الموجودة في البلاد من أين لكي بهذه المعلومة دعم هي مش معلومة هو واقع هل هناك تقدير للسروات كيفاش أنت قدرت الواقع هذا من قال لكي أنك عندك دراسات واليسار ما عندوش دراسات على واقع الاقتصاد التونسي من قال أنا أفهم في الاقتصاد التونسي أكثر منك عشر مرات وعندي معطية أكثر منك على الاقتصاد التونسي لماذا لا تطرح هذه الأشياء أولا ثانيا من قال لكي أن النظام الاشتراكي ينفي المبادرة الفردية من أين لكي هذه المعلومات هذا ينم عن جهل اليسار والمراكمة الاقتصادية لأن في كل اقتصاد بيش يخرج من أزمة أو بيش يبدأ في نمو ينبغي أن يوسع قعات قعات التراكم حتى يستطيع أن يخلق ثروة أكثر ما يمكن حتى تكون فائز القيمة أكثر ما يمكن حتى يقدر يوزع ويعود يخلق قطاعات أخرى منجا ويوزع قعات معناها البناء الاقتصادي من قال لكي أن اليسار ضدها؟ هذا كنت أسوالي سيدي لماذا لا تصور هذه الفكرة اليسارية؟ الأشياء في برنامج انتخابي يؤيده المطلوب؟ أوجدتك الحاجة الثالثة من قال لكي أن في تونس اليسار تراجع عن تأميم الصناعات الكبرى؟ في تونس نحن في اليسار ما زلنا مع تأميم بعض المؤسسات ولكن في القطاعات الاستراتيجية هل من المعقول أن مؤسسات الإنتاج الطاقة في تونس البترول والجاز ناتيوريل كما فضيحة بيتروفاك اللي هي مؤسسة تعاملت في إطار صفقة فضيحة في صفقة أن تعبيعه شرية وصاحب المؤسسة هذه أنت ما تعرفيش اللي صاحب المؤسسة هذه عنده قضية في المحكمة ومحكوم عليه بعد 2011 بسنتين سجن بتعرفيش شيء هذي هاته المؤسسات هاته المؤسسات هاته المؤسسات اللي هي القاعدة نتاع الاقتصاد التونسي اللي في المناجم وفي الطاقة وفي القطاعات الاستراتيجية نحن مع تأميمها فعلا نعم 30 ثانية لتسنيم هو الاستثمار كيف يكون الاستثمار يجب أن يكون هناك مبادرات فردية الدولة اليسارية مع تأميم كل شيء الدولة هي كل شيء يعني ضد الفرد يعني دولة العمال ضد العمال ما ذكرته أنت ليس من القيام اليسار هو ثورة في قيام اليسار وهذا ما أشكركم عليه لأنكم قمتم بثورة لكم عرفتم أن تجربة الاتحاد السوفيتي لم تنجح وأنتم تريدون أن تجعلوا هذه الثورة في مبادئ اليسار هي أصل اليسار ولكن ليست أصل اليسار طيب تسليم لديك الفرصة لطرح أسئلة أكثر الآن في المواجهة الثانية لديك ثلاثة دقائق لتطرح أسئلة أخرى على سيد جيليان سيدي كل التجارب الانتخابية التي توفرت على حد معقول من النزاهة والحرية مثلا في تونس جاء اليسار فيها ضعيفا وهاميشيا فكيف يمكن أن يكون بديلا وليس حتى تعبيرا عن إرادة الناخبين لا التجربة الانتخابية في تونس هي تجربة حديث اليسار تقدم لهذه الانتخابات بصورة مشتتة على خلاف بقية الأحلى مثلا في الجبهة الشعبية عندما تمركز أحدش الحزب يعني في وحدة فصل خمسة مع حزب العمال الشيوعي عندما صار وحدش في الجبهة الشعبية ثلاثة فصل ستة يعني ما شاء الله واصل ثلاثة فصل ستة القامة الرسمية نمر إلى السؤال الثاني خلينا نجاوك لا نجاوك لا نجاوك بالنسبة للانتخابات أخذ لك اليسار دخل مشاتة في الانتخابات الثانية توحد اليسار وقت نسبة اليسار طلعت نسبة حركة النهضة هبطت ثانيا لا تنسي ولا ينسى الجميع ما شابى الانتخابات في تونس من مال الفاسد مال السياسي الفاسد بشهادة الجميع أن تعارض أطروحة اليسار هو البديل لا يعني بالضرورة أنك تقصي اليسار لكن أن تسند أطروحة اليسار هو البديل يعني أنك تقصي المخالف وإقصاء جزء من الوطن هو إقصاء لكل الوطن هل أنتم دعاة إقصاء؟ لا لسنا دعاة إقصاء نحن عندما نتكلم عن اليسار نتكلم على مضمون كل من يتبنى هذا المضمون بصرف النظر على خلفيته الفكرية فأهلا وسهلا به اليوم في تونس نحن نعيش أزمة أزمة حادة التعلمين هو أن أمريكا وقت سقطت في أزمة سنة 1929 كينس وقت لقدم مشروع لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي قدم الرأس مالية الاجتماعية التي تلعب فيها الدولة الدور الأساسي كينس ليس يساري على فكرة نعم ليس يساري كينس نعم نعم لنحن يساري أما حبيث تقول لك لخروج من الأزمة الخروج من الأزمة لا بد من اقتصاد اجتماعي وليس اليسار المضرورة الدولة تلعب فيها الدور الأساسي ثم فيما بعد دور التسيير وقت يخرج الاقتصاد ويتعافى وتصبح الدورة الاقتصادية تعمل بصورة طبيعية يفتح الباب للمبادرة الخاصة مش فقط الصغيرة حتى المبادرة الكبيرة حتى المؤسسات الكبرى يفتح لها الباب نعم هناك يعني كينس مثلا ليس يساريا أنا مع هذه الحلول التي ذكرتها ولكن ليس بالضرورة اليسار هو البديل نعود دائما للأطروحة لو تمعنتي فيما يطرح اليسار اليوم في تونس ركت فطنت وحدك وحدك اليما يطرح اليسار في تونس اليوم هي لكل نيو كينيزيان اليسار لا يطرح لشيوعية ولا اشتراكية للخروج من العزمة في تونس لابد من المشروع هذا المتحدة سيد سوفيان سألتقت من إجابة سابقة لسيد جلاني فيما تعلق بمسألة المال السياسي وتدخلات الحكومات للتضييق على هذه الأحزاب ألا ترى أنه فعلا فرض مناخا لا يمكن للأحزاب اليسارية أن تقدم بديل أو تشارك بشكل حر في الانتخابات أنا لا عندي معرفة على ما يجري هنا في الساحة السياسية تونسية ولكن أعيش ذلك في الجزائر بشكل عام في الوطن العربي نعم في الوطن العربي فالحقيقة الأنظمة هي ترفض الحريات لأحزاب سياسية مناهضة لسياستهم أو معارضة إلى خيره وهذا ليس راجع إلى فكر إيديولوجي فقط ولكن هناك فكرة احتكار على السلطة وتضارب في المصالح أنا مدى بيا أن نرفع بعض اللوبس لأنه أصبح نقاش فيها خلط في المفاهيم اليسار إذا فهمنا أنه مبني على التحليل الماركسي فهذا شيء أما اليسار في مفهوم برك في القيم هناك إرادة لنحول الواقع اجتماعي مرزي إلى شيء أجمل أحسن إلى خيره هذا شيء آخر فمثلا نشوف البلدان تعتمد على السوق الحر والاختصاد السوق وهي لا يعني تنتمي إلى الفكر اليساري وتعطي كل امتيازات للمواطن أما في المقابل نشوف في كوريا الشمالية ولا الآن في فينزولا مثلا ولا في كوبا كيفاش أخفقوا تماما لأنه يقول باللي لازم نفرق ما بين الفعل والمضمون الحقيقة هو أنه في كل مرة كان تجربة بمضمون يساري أصبح الفعل هو الذي يتحكم في الوضع والفعل يصبح احتكاري على ثروات البلد فأنا أظن أنه من الأحسن لنا كلنا في البلدان العربية أن ندعم ونغدي أفكار جديدة منها فكر التسامح فكر روح المسئولية فكر روح التضامن ونبتعد على الأفكار الإقصائية والاستبدادية إلى آخره وعندما نتقبل كلنا مع بعض نبني دولة قانون وين القانون يكون فوق الجميع والقانون هو ليفصل ما بين الناس وبوسائل ديمقراطية ونترك الشعب وندير فيها الثقة حتى وإلى من نظرنا غلط ولكن مهم أنه يعبر على الفكر نتاعه وبهذه الطريقة الشعب يصبح مسؤول ما يقعدش في الإتكال نحن في الجزائر عشنا مرحلة ذكرت راحل بومدين ولكن بعده كذلك رؤساء أخرين وين دفعوا الشعب إلى نوع من الإتكال على السلطة كل شيء يأتي من السلطة ولكن المواطن ما يعطي أي شيء للبلد شكرا سيد سوفيا لكن نعود مرة أخرى لعبير عبير منظرون اليسار منظر اليسار يروا أنه موجود في كل مكان وأنه حاجة شعبية تفرضها الظروف الاقتصادية وأحوال الناس لماذا إذن لا نراه فاعلا في الخليج رغم ما تعنيه دول الخليج من فروق اجتماعية بين الطبقات وتدهور في أحوال العمالة وحقوقهم موجود في جميع الطبق لكن لم يطبق في جميع الدول في الخليج ما طبق في الخليج في تفاوط معك أنا في النقطة في تفاوط بين طبقات الاجتماعية لكن الطبقة الوسطية لم يتم إلغاءها بعد هنا أين السعي لتطبيقه يعني من ستطبقه أحزاب اليسار أو الحركات اليسارية هي التي تسعى لتطبيقه لكن ما طبقتهش في الخليج ما إلهاش في الخليج أين تواجد اليسار فيها؟ ما قلوش تواجد في الخليج أنا أحكي لك الخليج لسه لو طلب أنه يطبق في اليسار ما أعتقد أنه فيه داعي لأنه في الخليج ما فيه تفاوط بين طبقات طبقة الوسطة موجودة لكن في الدول الأخرى يجب يطبق لماذا؟ لأنه صارت الطبقة الوسطة في اختفاء كامل صارت فعلا بس طبقتين الغنية والفقيرة لازم يجي اليسار وفيه ديون على الدولة الخارجية وحقوق العمالة التي تتعرض والضرائب والديون وغيرها من صندوق النقد الدولي لما يجي اليسار يحل بين الطبقتين يجعلهم طبقة واحدة ويسد ديون الدولة شكرا عبير سيد الجلاني في كتابه نحو نهضة لليسار في العالم العربي يرى الكاتب اللبناني كريم روى وهو واحد من مناظر اليسار الذين قدموا مراجعات لأفكارهم خلال السنوات الماضية يقول لا خيار أمام هذا اليسار سوى الدخول في التجربة من جديد بوقعية قصوى وبنفس طويل ومن دون أوهام وعلى أسس مختلفة في أمور جوهرية عن التجربة السابقة في الصواب وفي الخطأ فيها التي خاضها اليسار القديم فإذا كانت التجربة قد اعتبرت أن طبقة العاملة في مفهومها القديم هي حاملة مشروع التغيير وأن بعض شرائح المجتمع من الفقراء ملحقة بها لأن وقاء العصر تشير إلى أن الأمور اختلفت عن السابق وأن الشرائح المعنية بالتغيير كتكبرت وتنوعت وتعددت حتى تختلف فيما بينها في بعض المصالح إلى أي مدى تتفق مع هذا وإلى أي مدى ترى أن اليسار راجع دروس الماضي فعلا أتفق مع هذه المقولة لأن المجتمعات عاشت تحولات تحولات عميقة لأن الاقتصاد نفسه عاش تحولات الآن الاقتصاد غير المنتج أصبح يحتل موقع كبير في الناتج الداخلي الخام ونتيجة على ذلك تم تهميش جزء كبير من قوى العمل جزء كبير في تونس عانا 800 ألف عاطنا عن العمل المفروض نظريا 800 ألف راما 800 ألف خدام راما 800 ألف واحد يخدم في الإدارات في المصالح في الفلاح في القطاع الخدمات إلى أخيره لكن جزء كبير من الطابق العام لا تم تهميشه هذا الجزء ينبغي أخذه بعين الاعتبار الآن معاش المقولة القديمة الطابق العامل فقط وحتى في المقولة في عز المقولة هذه وعندما كانت المجتمعات الصناعية الأوروبية تعمل بنشاط كبير وكان المجتمع مقسم بصورة واضحة بين من يملك وسائل الإنتاج وبين العمال حتى في تلك الفترة كان هناك ضرورة لتحالف قوى العمل بجميعها بما في ذلك الفلاحين الصغار أصحاب الحرافة الصغيرة إلى أخيره فهذا التحول أشاطره لهذه المقولة ولكن نحب ملاحظة سريعا حتى سريعا سجلالي سجلالي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المرحلة التاريخية تمر بها البشرية الرأسمالية عندما جاءت وقدمت مشروعها عاش انتكاسات باسمارك الذي وحد ألمانيا وبشر الشعب الألماني بالديمقراطية وضع قانون لمنع الحرية في ألمانيا فرنسا التي قامت بأكبر ثورة ديمقراطية في العالم بعد حوالي عشرين سنة ارتدت وأصبحت إمبراطورية وتراجعت عن الجمهورية في 1230 وفي 1848 فالتجارب عندما تنشى في الحقبة التاريخية الخاصة بها تعيش تجاربها الأولى والتجارب الأولى تقتضي بطبيعة الحال السواب والخطأ واليسار يجدد فكره في مقتضى مستوجبات الواقع شكرا سيد جيلاني والآن إلى محور مهم من نقاشنا صاغته أسئلة متابعة ومناظرة على منصات التواصل الاجتماعي نشكرهما على حرصي مع المشاركة وإثراء هذا النقاش وننوه إلى أننا دوما في انتظار مشاركاتهم نبدأ بالسعراض ما وصلنا من هذه الأسئلة السؤال الأول لعبير لماذا لم يفلح اليسار الجديد في التغلغل بين الأوساط الشابة رغم تبنيه أفكار التحرر هذا السؤال من تشاف زكري لماذا لم يفلح اليسار الجديد في التغلغل بين الأوساط الشابة رغم تبنيه أفكار التحرر ما تبع مضمونها اليسار مضمونه كمضمون ما تبع مضمونها ليش لم يطبق لأنه كان حركة صغيرة غير حركة كبيرة قائمة في مضمون الشباب اليسار عدالة اجتماعية مساواة أكيد أي شاب سيطلب هذا الأشي يعني لو أنه فعلا انطرح بصورة صحيحة بين الشباب لازم ينجح ما في أي حد رح يرفض فكرة أنه العدالة المساواة الاجتماعية كاملة تكون نفس الطبقة شكرا هو لم يطرح في صورة جيدة فقط شكرا تسنين ما الذي يلزم اليسار العربي لتحرر من عقيدة الاستقلال الوطني وتشكيل بديل ثقافي وسياسي حقيقي جديد أول شيء يجب على اليسار العربي أن يفهمه هو أن الآخر ليس شيطانا بل هو إنسان يمكن أن يتعامل معه يعني المفهوم الإقصائي يجب أن يندثر والكثير من اليساريين قاموا بعدة مراجعات مثلا التقدم والاشتراكية المغربية لها حقائب مع العدالة والتنمية المغربية والمغرب كما ترون تفوتنا بأشواط من ناحية الاقتصادية وحتى الاستقرار السياسي فاليسار عندما يراجع نفسه يعلم أن الآخر هو جزء من الوطن وهذا أول أمر يجب أن يقوم به اليسار وثانيا أول مراجعة ثانية مهمة بالنسبة لليسار هو أن لا يشن حربا على الهوية الإسلامية العربية لا يشن حربا على هوية بلدي حتى لا يلفظه الشعب وأنا أرى أن هذا السبب بالذات هو سبب النسبة المئوية الضعيفة جدا في الانتخابات شكرا للتسليم الآن إلى المحاولة الأخيرة لكل فريق لاستمالة الجمهور وأقناعهم بوجهة نظرهم فلتتفضل العبير في البداية لعرض وجهة نظرها في 99 ثانية بعدما رأيناه اليوم في أوطاننا من فساد وغياب الصورة المستقبلية لأوطاننا بغض النظر عن نتيجة الصراعات الطائفية والأوضاع الاقتصادية التي تحولت من أسوأ إلى أسوأ ألا ينبغ علينا أن نستجيب لهذا الواقع الأليم الذي نراه في وجوه شعوبنا التي خرجت تنادي بقيم اليسارة العدالة الحرية المساواة ألا يجب علينا تلك هي الأفكار اليسارة التي تنبع من وجدان شعوبنا أن نؤمن بها أن نؤمن أن اليسارة هو البديل لإخراج بلادنا لاستغلاء ثورتنا وثرواتنا ثرواتنا التي وظفتها الأنظمة الرجعية لمصلحتها الشخصية رغم أنه قامت عليها الثورات والجبهات الشعبية إننا في أمست الحاجة اليوم إننا في أمست الحاجة اليوم اليسار بين الفقير والغني لوجود العدالة في ظل مضلة توزيع الدخل المعادل إننا في أمست الحاجة لليسار الذي يقوم باستيعاب جميع الطوائف جميع الطوائف في الشعب المختلفة أفكارهم يقف على مسافة واحدة لإنهاء تلك الصراعات الموجودة اسألوا أنفسكم بصدق أليس هذا ما نحتاجه الآن حتى وإن كان منكم ينكر وجود اليسار رغم أنه حقيقة مجرد لا يوجد التفكير بغيرها إعفة أنه يحكم الواقع لا يستطيع أن ننكر وجوده إنه البديل لهذه الأنظمة التي لا تؤمن بالعدالة الاجتماعية والمساء إنه البديل من أجل بناء منظومة سياسية اقتصادية تحقق العدالة بين أوطانها إنه مواجهة الاستبداد بكل صورها ولتحرير المجتمع من الفساد لإنساني شكرا عبير انتهى الوقت للجانب الآخر التسليم لا أرى أن اليسار يمكن أن يكون بديلا في العالم العربي فمن الناحية السياسية لا يمكن أن تبنى الديمقراطية دون تعددية سياسية فمن يقول بأن اليسار هو البديل كمن يقول بأن الإقصاء هو البديل ولنا في مركل المحافظة التي تواصل تحالفها مع اليسار ألماني في الاقتلاف الوطني خير دليل على ذلك ومن ناحية الإديولوجية يعاني اليسار من تباعية مشطة للعقيدة الماركسية وكذلك نبذ لكل مختلف وكما قال المفكر محمد عبدالجيبري في كتابه نحن والتراث انتقد الإسقاط الآيلي للماركسية على الواقع العربي نهيك عن تحويل اليسار للحروب الحقيقية ضد الفقر والبطالة إلى مشاكل إديولوجية بحتة وهذا يحملني إلى الناحية الاقتصادية إذ لا يمكن النظام الاقتصادي على مقاس غربي فشل أصلا في الغرب أن ينجح في الشرق وفي بيئة عربية وهذا ما أكد عليه إدمون فيليبس الحائز على جئيزة نوبل للاقتصاد سنة 2006 عندما قال أنه يجب أن نفكر في القضايا الاقتصادية من منظور البيئة لذلك الوطن وبالتالي لا يمكن اليسار أن يكون البديل وحده ولا يمكن لأي حزب من الأحزاب ولأي طيار من الطيرات أن يكون البديل وحده لأن البديل هو في الاتحاد فلنفكر في اليسار كموضوع وليس باليسار كأدات تفكير لأنه ليس هو الأدات الوحيدة للتفكير ولتكن مصلحة الوطن هدفنا جميعا لأن مجرد الاختلاف من أجل الاختلاف هو صبيانية سياسية وشكرا تسليم شكرا قبل الوقت الآن إلى اللحظة المنتظرة نكتشف سويا إلى أي مدى ساهم نقاشنا اليوم ونتفضل بي المشاركون معي في الستوديو وإطافاتهم عبر مواقع التواصل اجتماعي في تغيير وجهة نظر الحاضرين سنعود التصويت مرة أخرى على أطروحة هذه المرة اليسار هو البديل إذا كنت موافقا على هذا الرأي وترغب في التصويت بنعم اضغط على رقم واحد وإذا كنت ترفض وترغب في الإجابة بلا فعليك الضغط على رقم اثنان نود التنويه على أننا في انتظار مشاركاتكم على صفحات مناظرة وبإمكانكم أن تتابعونا وتكونوا طرفا دوما في مصابقاتنا من خلال منصاتنا المختلفة على فيسبوك وتويتر وقناتنا على يوتيوب الآن لنرى نتيجة التصويت مع أطروحة هذه المرة اليسار هو البديل 21% في المقابل ضد هذه الأطروحة اليسار هو البديل 79% كانت النتيجة في البداية 27% كانوا معه في المقابل كان العدد 73% كانوا ضد هذه الأطروحة بهذا يكون هذا الفريق قد فاز في هذه المناظرة في النهاية أشكر ضيوفي في هذه الحلقة سيد الجيلاني الهمامي عضو مجلس النواب عن الجبهة الشعبية والمعطف باسم حزب العمالي ومن الأردن عبير جريدي شكرا لك في الجانب الآخر شكرا لك سيد سوفيان الجيلاني وتسليم جريس من تونس شكرا لك إلى هنا وصلنا إلى نهاية النسخة الثانية والعشرين من مبادرة مناظرة والتي كانت أطروحاتها اليسار هو البديل أطروحات أخرى ونقاشات جديدة بكامل الحرية والديمقراطية في انتظاركم في النسخ المقبلة من مبادرة مناظرة فكونوا في الموعد إلى اللقاء